توكل على الله حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك يعني أنا لما أتوكل على ربنا والجأ إلى الله وأعتمد على الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله ربنا يبرك لي أيها في بركة أيها في بركة هو في أحسن أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون إن الله يحب المتوكلين اعتماد القلب على الله في حله وترحاله في حضره وسفره في منامه ويقفطه في دخوله وخروجه في صعوده ونزوله في الصراء وفي الضراء أنت متوكل على الله سيدنا النبي كما روى الطبراني في المعجم يقول من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونه ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها تاني تاني يركز في الكلام ده لكي تشوف فين البركة اللي أتحقق لي لو أنا توكلت على رب النبي يقول من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونه أنا بلقى لربنا أنا أتوكل على رب العالمين أنا أقول يا رب ارزقني أنا أخذ بالأسباب أنا أصلي الفجر أبدأ يومي بالأذكار أتعامل كويس مظلمش زوجتي أكل الحلال أخذ بالأسباب أبحث عن لقمة العيش ليه؟ عشان البركة من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونه وكمان ورزقه من حيث لا يحتسب لما تتوكل على الله حسن التوكل الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله خلي بالك حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تطلع فاضية تذكر على الله ترجع مليانة ومبسوطة والدنيا تماما النبي عاوز يعلمنا ويربينا أني خلي بالك لو توكلتوا على الله زي ما الطير ده زي ما العصفور ده زي ما الطائر اللي بيطير ده بيتوكل على الله بيطلع فاضي بيرجع آخر النهار عنده خير ربنا نبارك له ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها خلاص روح بقى شوف دنيا تعمل لك ولذلك لما نشوف حياة النبي وحياة الصحابة ترجمة عملية للتوكل على طول في نظري في عملي في كلام في فعال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إيه النتيجة لما توكلوا على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا على الله عز وجل ما النتيجة النتيجة فورية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم دي نتيجة التوكل انقلبوا بنعمة من الله على طول فضل من الله سبحانه وتعالى لم يمسسهم سوء ربنا حفظه واتبعوا رضوان الله والله ده فضل ربنا العظيم لمن يتوكل عليه حاجة بقى عجيبة كان عملها سيدنا أنس بن مالك الخاتم بتاعه كان نقشه حسب الله هو نعم الوكيل سيدنا أنس نقش الخاتم بتاعه الخاتم بتاعه كلمة نقش عليه حسبي الله هو نعم الوكيل فبيسألوا ليه لهم لأن الله سبحانه وتعالى قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل دي ترجمة ولا مش ترجمة ترجمة سيدنا النبي علم عبد الله بن عباس وهو غلام يعني أنت تربّ ابنك وتربّ بنتك وتربّ الصغار وتربّ الأطفال على أنهم يتوكلوا على الله قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجي تهتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف تتوكل على الله كعب بن الأشرف كان شاعرا وكان يؤذي رسول الله ويؤذي الصحابة ويسبهم ويهجوهم بشعره فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة من لي بابن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله من الله يقوم يقتص لنا من ابن الأشرف من كعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله يقوم محمد بن مسلمة قلوا أنا يا رسول الله أتريد أن تقتله فاصمت رسول الله يبقى الآن عند همة يريد أن يلبي طلب رسول الله سيدنا محمد بن مسلمة قال له النبي إيتي سعد بن معاذ فاستشر فذهب محمد بن مسلمة إلى سيدنا سعد بن معاذ ليستشيره فماذا قال له سعد شف خلي بالك بقى شف البركة وشف التوكل سيدنا سعد قال لمحمد بن مسلمة ايه امضي على بركة الله توكل على الله حتى في المهمة اللي زي دي توكل على الله سبحانه وتعالى يا ليتنا نتوكل على ربنا ونحسن التوكل عليه ونتوكل عليه حق التوكل حتى يبارك لنا في حياتنا وفي عملنا وفي أشغالنا وفي بيوتنا اللهم آمين وتوكل على ربنا ise